مستمعتنا مستمعين الأعزاء في كل مكان مسل خير عليكم ومرحبا بكم كان حتى أطفال صغار مسل خير سيداتي السلام عليكم الحمد لله مرحبا بك عندي ومرحبا بكل مستمعين الكرام نشكرك على الدعوة شكرا شكرا مرحبا بكم في أي وقت بوعنا بحكم خبرتي لمدة 25 سنة في ملادة السلياك إغيديتها ويراتية وزاد بنتي لقيتها ثاني عندها مرض السلياك مستمعين بدون غلوتين في الحقيقة ما هي حاجة صعيبة لتعرف سيدة من تعرف المسموح والممنوع سوف يجيها كل شيء سهل انا بنتي عرصت بلي عندها ملادة السلياك تخذكم لنا ناكله كيف كيف طيب بلها الوجبات التاحة وناكلوا معها طيب الليبات ممنوعية إغيديتها قمح ومشتقاتها قاكي ماذيرت ممنوعية مالة الشيشة نورمال حريرة رمضان كل شيء ممنوع ما عليش الهون أطباق لوجبتها مناسبة شهر رمضان يدخل علينا بالصحة إن شاء الله رغم بين أطباق رمضان شربة وحريرة وصالة وطابق مالح وتحلية نبدأ بلاسو شربة للاسف هما ما عندهم الشيشة ريكينا الشيشة فريك مخدمة بالمايسة في المحلات كاتبين فريك بدون غلوتين سينو ملقيتش هذك ريكينا الشربة ثلاثة هذي كنديروها لهم الشربة بس كنعنش كنديرو سينو نديرو الروس في بلاس نرمي روس لنشي تقلمنا للأسوب لنبدأ بسم الله لدينا مرسو تعجاج ولا الحم ولا الكاين لازم نخذ القطعة البنة ولا تشيء لا منوعا لذلك لازمنا ذاك المرسو نجيبوا حبيبة بصل نقلوها في الزيت جميع الزيوت مسموحة نقلوها في الزيت مع شوية ملح نجيبوا حبيبة طوماتيش كونه ملاح وحمرين طوماتيش نقطعوا بك طوماتيش نقلوها تقلوها معي بصل لأنه ينتحنوا كل شيء الثاني زرادية الجزار ثاني مسموحة وزوجي حابة زرادية تانية يكونوا ملاح ونربطها طاقة باركرافز نديروه في كمبخيس نديروه في كمبخيس شوية حموص وشوية جلبان وكمبخيس الزوجة نديروه فيها لذيبيت لذيبيت ممنوعين مطحوني لذيبيت ممنوعين مطحوني ومن الأحسن نديروه ممنوعين مطحوني يعني يكون عادي يكثر نديروه كمبخيس كمبخيس فيها لذيبيت مطحوني لذيبيت ممنوعين ومرته على سكن جبير أو لذيبيت ممنوعين ونمرقه وعادي بعد مرقه وإن كانت عندك فريك وإن كانت تفلي مليح وإن لم يكن عندك مئة مرقيق يتطيق نشاط عرز ومن بعد مين نتحنه الخوضر ستتقل نتحن نتحن بعد مين نتحن الخوضر ونصفه من الأحسن نصفه ولكن يكون نكس وكل شيء ونصفه ونقرع هذا الخوضر ونطحن ولكن نزيده ونقرع ذلك الهوزة نجد ملحة نضيف الملح نضيف الملح ونحن نضيف الملح نضيف الملح نطيبه لصوص بشامل كما لصوص بشامل لازم مننا الفارينة بدون غلوتين نديره مغرف مارغارين أي كينا مارغارين سبيسيال هي غير مهدرجة أي تتباع في الأسواق هي متموحة من الأحسن الزبدة نديره مغرف الزبدة ومغرف فارينة نقلوا نقلوا هذه الفارينة نحن نقلوا فارينة بدون غلوتين معها لا تستحلي لابيشامل تقيلة هي تاني الحاليبي جميع أنواعها لا تسموحها نديره لابيشامل تانا يبقى في الجبن الجبن ممنوع كما أنا كينا تستطيع غالي وليس لا تصيبه في الأسواق نقدم الجبن عادي تصيبه لا تصيبه نقلوا على الجبن لابيشامل نقلوا على الجبن نقلوا على الجبن نقلوا على الجبن نقلوا على نقلوا على الجبن نقلوا على الجبن ونعاودوا على الجبن بأيين نقلوا على الجبن ونقلوا على الجبن نقلوا على الجبن نعم ، أيضا ن Präsident نحن نحن بتتحليب طرط نحن نضرب كبيرًا تركنا هذه اللحظة، الأعمل على وجهة مصدرات الخاصة هذه اللحظة المصدرات التحضر نقوم بذلك في المصدرات المصدرات تضيفها مصدرات المارتين منتصفينها ومن الأمثل الجديد، نقوم بعمل ما ومن الصغير نقوم بغوية جملة فلما أستطيع التحضرات المنطقة من النشي فترضي ألحسس من المنزل من المنزل إليهم من المنزل يسير على البشجان فرماضي بالتسيطة والجوبن على البشجان في الكبراء وبشجانها من المنزل هنا بقشجة البشجان ترج questions نحن نعود أسعار عالية سوف نستخدم شيئا نعم نجتم إمكانيات فإنهم أنσι من ج DI ما يصنع وليس قابلا وليس ق Eleven ذاتP يصنع mean كما يدراها الثانية وهذا خل Link ينcriptر أثناء لا يمكن أن تجب إثناء أصحاب وإن أصبح أثناء الأشخاص لم تعد أسهل الجنة لا أقوم بخلية كلها جميع أن تجبها واقفة لذلك كيف تنخلت طويل transition سمعت بأن تجمع ساحة أولادها لدينا فنجان سعفارينا بدون غلوتين لدينا فنجان الماء، حبا بيض، شوية ملح نخلطهم بالفوة ومن بعد نعود نصدغة في الميكسر ونميكسوهم نتحصلوا على خالج نجيبو كاثرنا نديروها تغلي ونحطوا عليها المقلة المقلة ملفوك لكن المقلة تكون نوعية مليحة لا تستخشي لا تستخشي ندهنو هذه المقلة بالزيت ومن بعد نجيبو هذا الخالج بالفنسو سيليكون كانت فنسو سيليكون كانت فنسو سيليكون من الأحسن سيليكون شوية ندهنو هذه المقلة اللي راهي فوق الكاترونة وراهي مطلية بالزيت بالخالج بالخالج نديرو الكوش اللول ونعاودو نزيدو الكوش الزاوج قد ما نبلعودو كل فارماد من تشوفيها نشفت ملح الشي وقلعيها غي بطبع وليتقبو على البخار نكونوا دائرين قطعة كوماش نديرو اي صاشي فوقها ونحطو هذه الورقات ونعاودو نغطوها بصاشي ونغطوها بسربيطة ونشفت ملح وهذا حتى نكملو قاداك الخالج وتستعمليه عادي كيمة ديو لتعنا وستبقى ثلاثة كيمة نخدمو بها البوركت نعم نخدمو بها البوركت ما عادة بدون الزيبيس لا يوجد زيبيس ويوجد زيبيس والجبل ويوجد زيبيس لغطي أين ومعنى وضعها ما عادة ويوجد زيبيس ويوجد زيبيس نعم يجب التخزيجان احتياط الطاعة هو تجول التعمارة مخدوم بالقبل ويجب تقليفه هذا الزيت تقولي نغمال هو نشي نرمال ماذا قال القريسة إذا لم تريد تقليف الزيت تقليف بدون غلوتين من بعد تقليفه وماذا تقليفه بدون غلوتين تقليفه لكي يحجب النقص لكي يحجب النقص نحن من عائدتنا الجزائريين بغولف لونب بدون غلوتين ستواجد أسواق بثامن مليح ويوجد طريقة التحضير بالحليب بغيات تغيل عبر طبع ومعليش ملاقرة نعطوكم للدسار نعرض ان نزور كيفية حلوة للعيد ونقدمهم دوري فيما يخط الجي ممنوعين جنازو ومعليش ممنوعين نعم 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 وعندنا القلت كطبق رئيسي عندنا بطاطا بلاك خين فخاش خبزة الديور والتحليا بينسيوغا هنا للصهراء عنا شمية شمية شبه بزاف جابتها لا قلت المستمعة الوفية بنيعقوب نعم بنيعقوب كانت معايا على المباشر وقدمتها والشبه بزاف وحتى العصير انتحها يعني والكيفية انتحها لأنه قدمتهم لما كانت معايا على المباشر وطلبواي الأخوات باش نعاودهم يعني وعدتهم باش نقدمهم في الأطباق انتعرم دان هنا واش نبدو؟ أنا بركة حان اقتر عليك البطاطا بلاك خين فخاش يعني أنا رح يعني من اقتراحي نبدو بالمقبلة نتع خبزة ديور خبزة ديور هنا نحتاجو أساشي تاع ديور نحتاجو ربعا مغير فتأكل نتع مغقرين ذايبة على غلي الحشوة واش نحتاجو؟ الحمرحي وطيب كيمة تعلبورك مع دنوس نحتاجو 3 حبات بير حبا بطاطا نقطع مكعبت ومقلية جبن طاري وجبن مبشور نعاودو نحتاجو كيس تاع ديور نحتاجو ربعا مغير فتأكتا مغقرين ذايبة نحتاجو الحمرحي طيب كيمة البورك مع دنوس ثلاثة حبات بير بطاطا قطع مكعبت ومقلية جبن طاري وجبن مبشور على لغة طاري قد تحضير سهلة تاخذي المول يكون مدور تاخذي المول يكون مدور على لغة الدهنيه و تفرشي فيه ديور تفرشي ديور واحدة و تدهني بلا مغقرين و تزيدي الواحدة و تدهني بلا مغقرين دي ربعا ربعا ورقات ديور بو و من بعد تحطي نعم تحطي الحشوة هنا وش ديري بو قلت لك تحط ودا بو و غنديروا ربعا ربعا حبا ويعني ورقا و لها مغقرين ورقا و لها مغقرين و غنديروا الحشوة اللي هي الحم كيمة تعلبورك طيب و من بعد تضيفي البطاطا و من بعد من فوق اضيفي الجبل دونك احنا تبقعت الحم البطاطا و الجبل و من بعد تقلت لك تعاودي اه تغلقي تعاودي تغلقي بربعا ورقات تعدين حبا فوق اختها يعني هنا تقدر تقدر الاخت تقدري دي لي معا البيض هنا البيض تقدري دي لي البيض مغلي و ترابيه تريد دي لي طبقات على قد دي لي الحشوة البطاطا البيض مغلي و تزيدي الجبل بيض مغلي مرابي تزيدي الجبل وتعاودي تغلقي بربعا و القاتع ديور بين كل واحدة يعني تطلي بلا مغقرين قد دي يعني تغلقيهم يعني دي ليهم ليح و من بعد تقضيع بيض معا شوية حليب وتعاودي وتعاودي معا شوية حليب ضربي وتطلي الوج 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 كامل هنا قتلك يلي كان عندك اللي بلا صغير و الورقة تعديو جاو كبار قصيهم بالمقس قصيهم بالمقس و باش تجي عني الورقة تعديو تجي على حسب اللي بلا هذو كلي الشويت اللي يبقاو قتلك وش ديري كي تطلي الوج انتع الاوكلان تاعك بالبيض والحليب تطلي هذو كلي الشويت ديريهم الفوق زينيهم زيني بهم الفوق ديريهم عشوائيا وحطيه في الفرن طيب حطيه في الفرن طيب يعني خبزة ديون شابة بزاف يعني وجي خفيفة مجي شميد ما ولا دونك هذي الكيفية اللي عندنا كمقبلة دونك نروحوا لطبق الرئيسي طبق الرئيسي عندنا أمبلا في الفرن باتاتا في الفرن عندنا حبب بصل عنا صدرتع دجاج توم عنا كريمة تازيج يعني الكرام فخش عنا جوب نطاري فوماج فندو زيت زبدة ملح الفلكحن عندنا باتاتا مقلية ونحتاجو شوية ماء عنا عودو حبب بصل عنا صدرتع دجاج توم عنا الكرام فخش عندنا جوب نطاري زيت مارغارين ملح فلفلكحل شوية ماء ونحتاجو باتاتا مقلية هنا مطلتش المقادير لأنه ميش محدودة عنا في مقلة تقلي البصل تكوني قطعتيه بشوية تاع الزيت تقلي بشوية تاع الزيت زيت ومارغارينة ثم بعد ثم ضيفي الاصدار تاع الدجاج يكون مقطع و تبلي ضيفي التوم رابي وطيبي الكل مع بعض اصدرت الدجاج يكون مقطع مكعبات صغره طيبي هم كامل مع بعض في مقلة دير الزيت وشوية مارغارين وقلي البصل تكون يقطع تيه هنا وش دير في القطع تعد دجاج تصدرت الدجاج يكون مقطع مكعبات يعني قطع صغر وقلي الكل مع بعض وضيفي شوية توم مرابي وخلي الكل يطيب مع بعض كيطيب هذك الدجاج ضيفي له الكرام فخش وضيفي له الجبن الطاري برك هنا كيطيب الكرام فخش والجبن الطاري نضيفوه له بعد ما نحو المقلة من فوق النار نحي المعون من فوق النار وضيفيه لك خمف خش والجبن الطاري برا النار يعني تكوني وخرتي على النار مسحي المعون من فوق الم contradجججي أخذي군 قحل بنعاق قليل طبقة تعبطت طمقلية طبقة تعبطت طمقلية طبقة تعبطت طمقلية فرغي الخاليط فوقها ثم بعد وش ناوزي فوقها نضيفوه نضيفوه برا نصير جوبل مبشور ديري الأوكلة تاك على غضلنا طبقة تا باطاطا دي قليناها على شغل تيك الكمية مش محدودة على غفل بلالي روح للفرن حطي الباطاطا تاك ديري طبقة تا باطاطا مقلية فرغي الخليط وانطري الجبن المبشور وديري الأوكلة تاك جوز بور قراتيني يعني ما ريحاش تبطى في الفرن ما تتوجش وقت طوي لأنه كل شي طيب جوز بور قراتيني ولا هذا هو الطبق الرئيسي اللي اقترحته عليك أما فيما يخص الجو العصير عندنا كنت مغارف أكل انتع سكر عندنا مغير فا ونص انتع فلان فاني عندنا مبشور انتح بليمون عندنا عندنا علبة انتعيه واخت معطر عندنا لفاني عندنا كاس قل ربع تعاصي الليمون عندنا نصف كاس تحليب وعندنا حبة جبن حبة فرماج حبة جبن كنصف كاس تحليب جلاسي وعندنا حبة جبن عندنا مغير فا ونص فلان فاني عندنا مبشور انتح بليمون عندنا حبة جبن انفخوماج عندنا علبة تعيه واخت معطر معطر سيتخون يعني الليمون عندنا لفاني عندنا كاس قل ربع تعاصي الليمون عندنا نصف كاس تحليب بارد هنا با نديرو كامل المقادير ما عاد الحليب نديرو كامل المقادير مع بعضهم وانا نميكسوهم نميكسوهم ممليح ممليح نميكسو الكل مع بعض تحصلي على عصير شباب منعش وتشوفي يعني يجي شباب ديري في في الطاس هنا هذي اللجو منقدموش في قرعة منقدموه في الطاس ديري في الطاس ديري في الثلاجة يشرب بارد أما الصهراء عندي لك شمية شباب بزاف 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 بون هنا نحتاجو ربعة كيسان تاع السميدة خشين ربعة كيسان السميدة خشين نحتاجو كاس ونص سكر كاس ونص سكر قرصة ملح هذو كامل نخلطوهم ربعة كيسان السميدة خشين كاس ونص سكر نخلطوهم كامل مليح مليح وشوية ملح نخلطوهم كامل مليح تحبكيهم بالكفة عاليت وبعض ضيفينهم غير فتع أكل تاع مغارين وتخلطي الكل مع بعض وتضيفي كاس تاع كاكاو كاو مجلي ومرحي خشين وتخلطي الكل مع بعض وتضيفي زوج مغير فتع أكل تاع كاكاو وتضيفي كاس تاع نص ماء ونص ماء نخلطوهم كامل وتخلطوهم كامل الخريط او الشامية تاعك تريح مدة ساعة كاملة مرة على مرة خلطيها مرة على مرة خلطيها ساعة كاملة لديك وقت لديك في سيغون تاعك لديك في سيغون تاعك كمس يغف في زوج كاس تاع سكر ربعة كاس ماء ومغير فتع أكل تاع سل هنا نغلوهم 15 دقيقة بزوج كاس سكر ربعة كاس ماء ومغير فتع أكل تاع سل نضربوهم 15 دقيقة نضربوهم نغلوهم عفوا نخلطوهم سمحوا لي نغلوهم 15 دقيقة كي يغلو نطفو النار ونضيفو فنجل تعماء الزهر سيغون تعنا هو اللي رطايب هو اللول في أمبلا ندهنوه ونحطو العاجينة بعد مريحت ساعة كاملة مرة على مرة خلطناها ونضيفها مليح بالظهر على المغيرفة ونضيفها مليح باش تجليس ونضيفها ونضيفها بالشربة تكون بردة الشمية سخونة والشربات بردة اخذي بلاباتة تختينة عجينة الطلي ذوبها في حمام مغي كي الشمية نتعك تشرب الشربات وتبرد أطللها الوجه تحك كامل ذي كلاباتة تختينة عجينة الطالية تكوني ذوبتها في حمام مغي ونضري فوقها انتي وش عندك مكسرت مكسرت انتي وش عندك تنضري فوقها ديها في الثلاجة وتؤكل بردة ستقوني شبه شبه بزاف يعني ما تعرفيهش بلي شمية تحس بها ان قاتو وشوكولات ما تباش بلي شمية ما تباش بلي قاتو بسميد ستقوني ديريها تؤكل بردة اكيد راحين تكلموني وتقولي بلي شبه بزاف نتمنى ان الكيفيات تقطعتم عليكم اليوم تكونان تاعجبكم تعمل